بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعف الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي تعف وتصفح للعبيد الجاني رمضان شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الخضوع وشهر التذلل بين يدي الله عز وجل رمضان أراء رحمة منه والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار جاء في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ما أعظمها من وقفات في رمضان يتذلل فيها العبد بين يدي الله عز وجل ولقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وكان إبراهيم ممن أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه قال له يا إبراهيم إني مسرف على نفسي بالمعاصي فهل من موعظة وهل من حكمة تعود علي بالنفع والخير فقال له إبراهيم بن أدهم إني سأعرض عليك خمس خصال إذا قدرت عليها لن تعصي الله عز وجل قال هاتها يا أبا إسحاق قال أما الخصلة الأولى إذا أردت أن تعصي ربك فلا تسكن شيئا من بلاده قال يا أبا إسحاق وأين أسكن وكل البلاد بلاده قال أما الخصلة الأولى إذا أردت أن تعصي ربك فلا تسكن شيئا من بلاده قال يا أبا إسحاق والله أصعب ومن أين آكل وكل الرزق رزقه قال أفيحسن بك أن تعصي الملك وأنت تسكن بلاده وتأكل رزقه قال لا والله هاتي الثالثة قال إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه قال يا أبا إسحاق إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنه يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فيوصل إليها رزقها إنه يرى ويعلم ويسمع ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كيف لي أن أعصيه وهو مطلع على ما في القلوب هاتي الرابعة يا أبا إسحاق قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك وأنت في غفلة وأنت في بعد وأنت في ضلال فقل لملك الموت أخرني ساعة أتوب فيها إلى الله وأعود فيها إلى الله وأرد فيها الحقوق وأرد فيها المظالم قال يا أبا إسحاق إنه لن يقبل مني إنه موكل من قبل الله الذي قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال هاتي الخامسة قال أما الخامسة إذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة ليسحبوك إلى لضا فلا تذهب معهم قل لن أذهب معكم سآتي بقوتي وسآتي بعصبتي وسآتي بعشيرتي ليدافعوا عني ليمنعوني منكم يا ملائكة الله قال وأن لذلك يا أبا إسحاق وأنا أجرد لا مالا ولا جاها ولا قوة وهم ملائكة الله الذين وصفهم الله بقوله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال فكيف النجاة إذن؟ كيف الخلاص وأنا الضعيف الفقير إلى الله عز وجل قال لا نجاة إلا بتقوى الله وإلا بالخضوع إلى الله وإلا بالذل والاستكانة أجل أيها الإخوة لن تستطيع أن تكون مع الله إلا إذا حفرت التقوى في قلبك التي هي الغاية من الصيام ولقد لقي الحسن البصري يوما رجلا فقال له كم عمرك يا عماه؟ قال عمري ستون عاما قال إذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله ويوشك أن تصل فقال الرجل حسبي الله ونعم الوكيل فقال له الحسن هل فهمت معناها؟ قال أجل عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع فقال يا عماه من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع عرف أنه موقوف ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا فبكى الرجل قال فما الحيلة يا فضيل؟ قال إنها سهلة إنها هينة أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى وتكفى فيما بقي أجل أيها الإخوة تقوى الله تمنعك من الذنوب تقوى الله التي هي أن يقاع الله فلا يعصى وأن يذكر الله فلا ينسى وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل هل لا مشيت بطريق ذا شوك؟ قال أجل قال ماذا كنت تصنع؟ قال كنت أتحر الشوكة فأبتعد عنه قال تلك هي التقوى ومن هنا قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهي التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ونسأله تعالى أن يعجل بالفرج والرحمة عن شامنا إنه خير مسؤول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر